موسيقى علامات اللبس الأصيل البحريني متنوعة منها الثوب والغترة والعقال واليوم راح نتعرب في معرض الشيخة فجر آل خليفة على الشطفة اللي استعملها أجدادنا منذ القدم لمو وصلتنا اليوم في الوقت الحالي افتتح سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون المعرضة الفنية الشخصية للفنانة الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة بعنوان الشطفة وذلك في مركز صفية بنت علي كانو للفنون اللي حبيت أني أعمل هاي المعرض بخصوص هذي الشيء لأنه إن حفرت في أذهاننا هذي الصورة من يوم احنا صغار وحبيت أني أوثقها على لوحاتي فياتني ذي الفكرة واشتغلت عليها فترة من سنة تقريبا نونس وعملت كتاب يخص هذي الموضوع لصور النادرة للحكام البحرين اللي هما كانوا يلبسون الشطف والشال والبشوت المذهبة واشتمل المعرض على منحوطة فنية مطلية بالذهب وكتاب من عداد الشيخة فجر يشمل على صور تاريخية لحكام وأمراء مملكة البحرين بلبس الشال والبشت والشطفة كما تضمن المعرض اللوحات الفنية بالحفر البالغ عددها أكثر من ثلاثين لوحة تجسد السيوف والخناجر والشال والشطفة البحرينية كما حضر افتتاح المعرض عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في المملكة وعدد من الفنانين والمهتمين استعرض مجلس أمانة العاصمة في اجتماعه الاعتيادي خطة مشاريع وزارة البلديات والزراعة للأعوام 2023-2026 بمحافظة العاصمة كما استعرض الأعضاء مشروع إنشاء حديقة مناطقية تتكون من مساحات خضراء وجلسات عائلية وملعبا بالإضافة إلى مواقف السيارات في مدينة شرق ستر الإسكاني بمساحة 2104 أمتار مربعة وإنشاء حديقة في مدينة شرق ستر الإسكاني بمساحة 2175 تتكون من مساحات خضراء وجلسات عائلية وملعب بالإضافة إلى مواقف السيارات طبعاً لدينا موضوعين مهمين اللي هو الموضوع الأول اللي علاقة بالتصانيف اللي هو طلبات على التصنيف بعض العقارات في محافظة العاصمة بالإضافة لدينا عرض من قسم الخدمات البلدية المشتركة بالنسبة للمشاريع العاصمة اللي راح تكون موجودة خلال السنتين الجايتين فهذين الموضوعين مهمين بالنسبة لنا مثل ما تعرف والتصانيف اللي هي علاقة مباشرة بالمواطنين وصحاب الطلب بحيث أن عقاراتهم يستفيدون من استفادة القصوى من جهة أخرى وافق المجلس على تغيير تصنيف عقار في منطقة السلمانية مجمع 339 من تصنيف مناطق السكن الخاص RB إلى تصنيف مناطق الخدمات الصحية CSH شريطة توفير عدد لمواقف السيارات ملائمة مع عدد العيادات في المركز الصحي كما وافق أيضا على تغيير تصنيف عقار في منطقة أم الحصم مجمع 333 كنا نشتغل على قدم وساخن في كل المناطق كنا متوازعين والتنكرات والصهاريج وما إلى ذلك واللي يشفط يعني خصوصا في الأماكن الحارجة والهايويز والأماكن الرئيسية فعشان شذي كانت الوزارة يعني دائما تشوفها حتى خصوصا في الأماكن الهامة الحمد لله أعتقد اليوم بعد خلاص تنتهي المشكلة وتم شفت تقريبا معظم مناطق وما طولت وكانت صالحة حق الاستعمال والمركبات مشت فيها عالي وكل شيء من تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة بي اس وجزء من تصنيف مشاريع وزارة الإسكان م او اتش وجزء لا يحمل تصنيف معتمد إلى تصنيف مناطق العمارات متعدل الاستخدامات بي سي لصالح مشروع أم الحصم ضمن مشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية وذلك بعد عمل الدراسة البرورية اللازمة ووافق الأعضاء على تغيير تصنيف عقارن في منطقة السنابس مجمع 410 من تصنيف مناطق العمارات متعددة الاستخدامات بي بي إلى تصنيف مناطق البلوكات التجارية سي بي وتغيير تصنيف عقارن في منطقة توبلي مجمع 711 إلى تصنيف الخدمات الدينية سي اس آر تحتفي هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمسيرة الفنية الطويلة للفنان البحريني أصغر إسماعيل حيث استضاف مركز الفنون معرضه الفردي 60 عام في المرسم الذي فتح أبوابه للجمهور هذه المعرض عن تجارب 60 سنة في المرسم تجارب من بداية إلى حين لين وصرت يعني ما بغيتها يعني فيه أعمال حديثة فيه أعمال واقعية وحديثة لأن أنا متجر حق الواقعية أكثر من حداثة يعني عبستراك والأشياء هذي بس يعني عندي تجارب في الفن الحديث يعني بس يعني مجالي كل المجال الفنون يعني الرسم، تباعة، ناح، سلسل سكرين يعني مجموعة حتى الإشي يعني تجارب من بداية كانت يعني المعرض قدم لابحة عن الرحلة الفنية للفنان أصغر إسماعيل من خلال تجربة بصرية تجمع ما بين أعماله الفنية القديمة والحديثة وملقياً الضوء على التحولات والمحطات الأساسية في مسيرته الفنية ويعتبر الفنان أصغر إسماعيل الذي بدأ مسيرته الفنية ذاتياً في سبعينيات القرن الماضي وكان من رواد إسرة هوات الفن أول تجمع فني للفنانين البحرينيين وواحداً من المساهمين الرئيسيين في تشكيل المشهد الفني بمملكة البحرين وعضو جمعية الفن المعاصر وجمعية البحرين للفنون التشكيلية وشارك في العديد من المعارض المحلية والدولية واكتسب شهرة في مجالات مثل فن الجرافيك ونحت الخشب والحجر كما ويعرف الفنان أصغر إسماعيل بتصويره للحياة اليومية والتراث ومشاهد البحر والسفن كما ويكرم المرأة في أعماله معتبراً إياها رمزاً محورياً في المجتمع اشتركوا في القناة